بسم الله الرحمن الرحيم معكم ياسين المرابط أبو الطفلة القارئة هاجر المرابط الفائزة بالرتبة الأولى وطنيا في مسابقة محمد السادس القرآن الكريم في حفظه وتجويده وترتيله للطفل الحافظ أصل من مدينة شفشاون وأسكن بمدينة تطوان خطيب بمسجد اللوزة بجامع مزواق ومشفع بهذا المسجد المبارك مسجد سعد بن أبي وقاص مع إمامنا الفاضل سي الحسين حفظه الله تعالى وأستاذ مادة تربية إسلامية بقاعة أسراس أستاذ تعليم الثانوي نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا على هذا التتويج وعلى هذا الفوز فله الحمد كله ثم ثانيا أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لملكنا الملك محمد السادس أمير المؤمنين حفظه الله ونصره وعلى الاهتمام الذي يقدمه لحملة القرآن وأهل القرآن فجزاه الله عني وعن أهل القرآن خير الجزاء حقيقة عندما نجحت في مسابقة المندوبية الإقليمية بتطوان أحسست إحساسا بأنها إن شاء الله تعالى ستكون من الفائزين في المسابقة النهائية بوزارة الأوقاف فكان الأمر كذلك فاختلطت الدموع الفرح بدموع المحبة ودموع الرأفة وإنها إبنتي وكيف لا وقد ربيتها والحمد لله على القرآن وأخذ بالقرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم في الحقيقة عندما جريت المسابقة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني اتصلوا بي وأخذوني معهم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقاموا ببعض الإجراءات وفرحت كثيرا وسجدت لله تعالى السجدة شكر لله سبحانه وتعالى على هذا الفوز ثم بعد ذلك يعني جاءت مراحل أخرى يعني من أجل الاستعداد لإحياء ليلة القدر المباركة لتكون مستعدة لترطل آيات بينات من الذكر الحكيم بين يد أمير المؤمنين حافظه الله إحساس لا يوصف والله إنه إحساس لا يوصف وأن الإحساس ظهر بزف وأن أهل تطوان كلهم والحمد لله بل أهل الشمال وأهل المغرب كلهم فرحوا بها وكل من تصل بي إلا ويعبر عن دموع الفرح وأنه نزلت أو درفت عيناه من دموع الفرح بسبب هذه البنت ويقول لي كأنها ابنتي فرح بها الجميع وإن شاء الله تعالى ستكون قدوة وسندا لباقي الأطفال فهؤلاء يؤثرون في الأطفال الآخرين أكثر مما يؤثره الخطيب والأستاذ وغيرهما فمثل هذه البنت الصغيرة البريئة التي ما زالت لا تعرف عن الدنيا شيئا كثيرا وإنما هذا الفوز سيجعلها أنها تكون قدوة لباقي الأطفال ليأخذوا من القرآن الكريم فرحة كبيرة من قبل والدتها التي سهرت عليها منذ كان لها أربع سنوات ويتسهر عليها وتحفظها وتسمع لها وتواصل الليلة بالنهار معها فجزاء الله تعالى عني أحسن الجزاء والفضل لها بعض الله تعالى وعن المؤسسة فهي تدرس في مؤسسة تعليم العتيق مدرسة الزهراء التابعة لجمعية أبي القاسم الشاطبي وهذه المدرسة خاصة بالإناث للتعليم العتيق فيها الطور الأولي والابتدائي والإعداد والثناوي فجزاء الله تعالى القائمين عليها من الأطر الإدارية والأطر التربوية وخاصة المديرة بارك الله فيها وجزاء الله عنا خير الجزاء فعندما كانت ابنتي جالسة بين قراء المملكة من خيرة قراء المملكة على غرار الشيخ عمر قزبري والعيون الكوشي ومعاد الدويك والعلامة الشيخ مصطفى بن حمزة وغيرهم من علماء المملكة والحمد لله وابنتي بينهم والله لا أستطيع أن أعبر عن ذلك حقيقة في الغالب أنه دعا معها وشجعها هذا هو الغالب فحفظه الله تعالى وهذا تعامله مع أهل القرآن وتعامل معها تعاملا خاصا وإكراما خاصا جزاء الله تعالى خيرا طبعا ما شكنا أنه كان مكافأة معنوية ومدية معنوية ومدية ومعنوية أكثر مما هي مدية مدية كانت لها قيمة كبيرة والله الحمد ولكن معنوية أكثر والله الجائزة المعنوية كان لها وقع خاص على القلب وهو استقبال جلالة الملك لهذه الطفلة الصغيرة وأعجب بقراءتها وكذلك من كان حاضرا هناك أحزاهم الله خيرا أن يأخذوا أولادهم إلى تعلم القرآن الكريم فسيعلمهم كل خير فسيفتحوا لهم طريق الخير ومعتدرش على أنهم يدرسون في المدارس العمومية فالمدرسة العمومية ليست حاجزا للطفل عن دراسة القرآن الكريم ونحن أيضا في التعليم العمومي ونتابعه فيبقى الوقت كثيرا جدا ليتعلموا ويأخذوا من القرآن الكريم والقرآن الكريم يعلمهم كل خير ويفتحوا بصارهم لله الحمد ترجمة نانسي قنقر